أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا خسادا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أجره أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إن وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله وقالت اليهود فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسوافه يوم القيامة في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأيما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً لهم فإنما يقول له كن فيكون وقال لهم الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم عن أصحاب الجريم أصحاب الجريم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد اللذي جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير المصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فأولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عنها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم